اشتركوا في القناة قلوبهم نابضة بذكر الله قلوبهم نابضة بمشاعر العبودية لله هؤلاء يربطون بين قوله تعالى واتقوا الله وقوله ويعلمكم الله يعني سبيل معرفتكم لما تجهلون أن تضعوا تقوى الله لا بين عينيكم بل في قلوبكم تقوى الله عز وجل اللي هو مفتاح الوصول إلى العلوم هذا معنى كلام الله اتقوا الله ويعلمكم الله أي علم العلوم الشريعة علوم اللغة العربية العلوم الكونية علوم الطب أي شيء تريد أن يفتح عليك مارس الكثير من ذكر الله بحيث يفيد قلبك بتقوى الله يعني بالخوف منه بتعظيمه بمهابته نعم وانظر كيف يفتح الله عز وجل عليك كيف يوالمك واضح كيف نعم نحن نعلم أن رجلا اسمه عزيز الدباغ ورجل كان أمي له كتاب عجيب وغريب اسمه إبريز إبريز مطبوع موجود عندما نقرأ هذا الكتاب نجد كلام دقيق وعجيب وكأنك تقرأ الإمام الغزالي في حين أن عبد العزيز الدباغ ماذا كان كان أميا لكنه كان من أشد الناس تقوى الله عز وجل خوفا من الله سبحانه وتعالى أمور عجيبة وغريبة سبق فيها الفقاء سبق فيها العلماء ما زالي بسيطة القانون اتقوا الله ويعلمكم الله فإذا كان واحد من الطلاب يقول دعينا دعينا بالنجاح بالامتحان الجواب ليس أن أنا أدعي لك الجواب أن تطبق الآية اتقوا الله ويعلمكم الله ما في واحد من طلاب جامعة وغير الجامعة يدرسون علما ما علما ما من علوم مارس في حياته العمل الذي جعله يتمتع بتقوى الله تغرس مشاعر تقوى الله بين جوان الحين إلا وكان نصيبه النجاح الباهر نجاح الباهر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر